بين التهدئة والتصعيد يترنح المشهد في سقطر لا تكاد الأمور تهدأ إلا ويعاود التصعيد من جديد حشد الانتقال مقاتله بحرا على علم من التحالف والشرعية سيطر على اللواء الأول مشاه بحري وهو أقوى وأكبر وحدة عسكرية في الأرخبيل الإمارات تزداد تغلغلا في المجتمع السقطري وبأموالها تشتري المزيد من الولاءات في المقابل تبدو السلطة المحلية بلا حول ولا قوة وكل ما تراهن عليه هو الالتفاف الشعب الذي لا يزال متمسكا بالدولة والجمهورية والوحدة الحكومة الشرعية تبدو عاجزة ومسلوبة الإرادة أمام القرار السعودي الذي صادر كل القرارات في اليمن تساؤلات مهمة تدور حول حقيقة الدور السعودي إزاء كل ما يجري في الجنوب وفي سقطرة كالسؤال عن قدرتها فعلا عن لجم التصعيد العسكري لميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات وإذا كانت الرياض قادرة فعلا على السيطرة والتأثير لماذا إذن يستمر تصعيد الانتقال ولماذا يرفض أتباع الإمارات اتفاق التهدئة الذي اقترحته القيادة العسكرية السياسية أمس في حديبو وأصبح الناس وكأن شيئا لم يكن